السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله مرحبا في رابع موعد أسبوعين أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وصلى اللهم وسلم على سيد الخلق وأشفى في المرسلين فيديو اليوم فيديو الخميس وفيديو الوصفات أكيد وكما أقول دائما لا أرضى لكم وصفة قبل أن أجاربها وأحس بفعاليتها ونجاحها ثم بعد ذلك أقدمها لكم وصفة اليوم ثلاثية المكونات مفعولها جميل جدا تخلصنا من التجاعد وتحمين من ظهرها تفتح لوم البشرة تحمين من الإصابة بالتسبغات تمنحنا ترتيبا جيدا للبشرة وكذلك تمنحنا تقشيرا خفيفا على الجلد ناعما عليه وصفة اليوم ستمنحنا الإشراق والنعمة على مدار اليوم إن نحن أحسن نستعملها ووضبنا عليه بمعدل مرتين إلى ثلاث أسبوعين فنبدأ على بركة الله مع مكونات هذه الوصفة الهائلة فأول مكون يمنحنا الترتيب والنظارة يمنع الجلد من إنتاج أنظيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج الميلانين فهناك أنظيم بالجسم أو بالجلد هو المسؤول عن إنتاج مادة الميلانين المادة التي يؤدي الإفراطه في إنتاجها إلى ظهور البقع الدكنة أو التسبغات فنحن نعلم كما ذكرنا سابقا في فيديوها السابقة أن الميلانين هو المادة أو الشيء المسؤول عن ظهور التسبغات الجلدية والبقع الدكنة فهذا المكون يمنع الجسم من إنتاج أنظيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج مادة الميلانين فهذه مسألة جيدة كذلك له دور المقشر الهادئ للجلد ويخلصه من خلايا الجلد الميتة بفضل توفره على حمد اللاكتيك فأول مكون في وصفتنا والذي يمنحنا كل هذه الفوائد هو الزبادي الطبيعي أو الياغورت الطبيعي ثاني مكون غني جدا بالمعادن والفيتامينات الطبيعية لهذا فهو مساعد جيد لمحاربة التجاعد تفتيح لون البشرة ومنحها نظرة مثالية وهو مكون يحيي الجلد ويجدد نشاطه فنتخلص من اللون الداكن واللمعة الرمادية التي تظهر أحيانا على بشرتنا هذا المكون هو الطين ثاني مكون بوصفتنا هو الطين يعني الطين بأنواعه سواء كان الطين الأبيض الأسود الأحضر الأحمر أو الأزرق فأنتخصص لكم نهار أو فيديو خاص على أنواع الطين ولماذا أو ما هي صلاحية كل نوع من هذه الأنواع التي ذكرنا الأبيض الأخضر الأسود الأحمر ثم الأزرق ثالث مكون بوصفتنا يحتوي على مواد مضادة للأكسادة يزود الجلد بالترطيب اللازم مضاد للالتهاب يقلل من نمو البكتيريا على البشرة يخفف من ظهور الإحمرار والتهيج على البشرة يساهم في علاج حروق الشمس مهدئ ومرطب بامتياز ولن تفقد البشرة نظرتها إذا وضبنا على استعماله مكوننا الأخير الذي يدخل في وصفة اليوم هو ماء الورد وما أدراك ماء الورد ومن لا يعرف ماء الورد فاكتملت مكونات الوصفة الآن نمر إلى المقادير والطريقة وصفة اليوم تتكون من ثلاث عناصر أساسية ذكرنا الزبدي الطبيعي أو الياغورت ذكرنا الطين ثم ذكرنا ماء الورد الآن ننتقل للمقادير فسنحتاج إلى ملعقة صغيرة من الطين الأبيض بالنسبة لأصحاب البشرة الجافة والمخسلطة فسيستعملون ملعقة صغيرة من الطين الأبيض ثم بعد ذلك سنحتاج لملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي أو الياغورت الطبيعي بعد ذلك سنحتاج كذلك لملعقة صغيرة من ماء الورد بالنسبة لنوعية الطين أو الماء الورد فأنا أنصحكم دائما باختيار هذا النوع من الماء الورد فهو جيد جدا جيد جدا فهذه هي النوعية التي استعمل نوفال فارماك وضغوز هائل جدا فهو متوفر في حجم لتر واحد يعني لا يباع في الحجم الصغير يباع في حجم لتر واحد صراحة لم أجد نوعية جيدة أحسن من هذه النوعية فعلا جيدة جدا بالنسبة للطين الأخضر أنا أستعمل هذه النوعية بالنسبة لمن لم يجدها أنصحه بشراء ناتر صوان عندهم الطين الأخضر وعندهم الأحمر والأزرق والأسود والأبيض فهي إما هذه إلا ما لقيتوهاش فهي نوعية جيدة الزبادي 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 الطبيعي عندي لكم واحد لاستيوس واحد الفكرة ما عفتش وشفيتغوت هاليكم او لا لا نشري واحد العلبتين او اربع علب من الزبادي ونحتفظ بها في الزبادي ونخليوها وخدوز تاريخ صلاحية لها فهو كل مقر أصبح قديما كل مكانة الفعالية لجلدنا كتكون أحسد وأكثر فأنا دائما كتلقى عندي جوج علب الزبادي في المبرد باش هكا كيقدامه عندي وكم قنستعملهم من البشرة فهو يحرر واحد البكتيريا من كيف يفوت التاريخ صلاحية هذه البكتيريا التي يحررها فكتكون جيدة جدا للبشرة سوف نخلط المقادر كلهم معلقة طين الأبيض معلقة زبادي طبيعي وماء الورد معلقة ملاعق صغيرة فأنا الخليط الي هو هذا فنحطه على بشرة نظيفة لمدة ثلاثين دقيقة من بعد نغسله بماء فاتر ثم بارد ونشاهدوا الوجه ونضيفة الكريم المرتب لكيواتنا لحساب النوع البشرة بالنسبة للماء الورد فأنا نصحكم بأن تحتفظوا بالقرورة أو القنينة دائما في المبرد في التلاجة وتأخذوا عبوة رشاشة صغيرة وتعمروها كلما غسلتوا الوجه سوف تنشاهدوا تحضبوا الوجه بماء الورد و تجعلوا البشرة تشربوا و تجعلوا من المشهة و تلاحظوا أن المشهة تكون دائما موردة و نشعر جيد و تشعروا و تحسين منتاعشة واضبوا على هذه المسألة سأتعجبكم بزاف عاد سأخذتها كالحاجة كل نهار على الأقل مرتين في الصباح وفي الليل فلمن يصلحوا قناعنا اليوم يصلح للجميع أنواع البشرة بما فيها الحساسة الأشخاص الذين يتابعون علاج تصبح مغاز بالهيدروكينون مسموح باستعمال القناع مرة واحدة أسبوعا ليلة نحن نقوم بإمكانك القناع فى الليل ومن المسألة سأخذتها يجعلون الهيدروكينون في الأسبوع ونقوم بإمكانك القناع فى الليل ونقوم بإمكانك القناع فى الليل الذي يجعله سيكابلست ويجعله ما يجعله لا يجعله النهار كل نهار لنقوم بإمكانك القناع لنقوم بإمكانك القناع اشتركتكم لنا نسائج الوصفات اللي كان اعطيكم فاللي جربت وصفة تخلي لنا الغاز ويرتا والنتيجة وشمح 380 دارت الوصفة جربوا هذه الوصفة غادي تعجبكم بزر 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 بزفعات ما فيها شي مكونات اللي هي صعبة او يعني قبيحة كل شي طبيعي مئة في المئة وكل شي يعني كيفيد المشارة ولا دومتها كما قلت من جوشتات ثلاثة المرات في الأسبوع فأنا على يقين يقين كبير بانكم غاديت شوفوا نتائج زبينة سبينة بهزر بازاء فخليكم دابوا مع الوصفة ديالكم كان يقول لكم تبتم وتبتل أبدا وثقاتكم في آمان الله